صرح الوزير الصناعة أحمد زغدار للصحافة على هامش ألسى المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه بخصوص منف استيراد المركبات تم منح 27 رخصة مسبقة لعدة علامات تخص السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات وقد تم الشروع في عملية الاستثمار في المنشآت الضرورية وبعض المستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي وتابع الوزير لقد أسدين أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية وإن شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات وفي شهر مارس سنعرف دخول السيارات إلى السوق الوطني إن شاء الله وكما العدخوت المصداقية ستجدون المصدر في صندوق الوصف سلام